بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد نشرف الخلق أجمعين وراح بيزوار موقع ريادات لكم مستويات في النموذج السادس من نموذج الأسئلة التي تطرح فيه المباريات الوطنية اذا بالنسبة لها السؤال هذا غي واحد الملاحظة اللي اردع لكم رأي قدر يكون في الكتاب يقدر يكون في الشافوي قدر يعطي الكتاب يقولك يختار في هذه الحالة يختار جواب ولكن إذا كان في الشافويه يجبك تحلل هذه النظمة وخليك يجبك تلك القتراحات يقدر يقدر اعتهمك يقدر لا يعتهمك ويشوف كيف يجوب إذا أعطتك القتراحات يشوف كيف يختار القتراحة وإذا ما أعطهم لك يعني يطلب منك الجواب يتابين تفقين ويشوف ملاحظة ذلك إذا خلقكم تفهموا وليس ضروري تكون عندك تقنية لكي تجوب وخا ما يطلب منك تكتب الجواب يعني تختار الجواب مناسب يجب أن تكون لديك تقنية في يدك لتعرف الجواب مناسب إذا نبدأ على بركتي لهذا المطلب هو نحلو هذه النظمة ونقلبه على حل هذه النظمة بين هذه الحلول أول ملاحظة يجب أن تلقى حل مباشرة بلا ما تفكر بلا ما تحسب بلا والو لاحظوا معي مزيان إذا كتلاحظوا هناك أنت ما تول بين X و Y يعني إذا بدلت X plus Y plus X يبقوا نفس الحلول إذا قلبتهم تبقى نفس المعادلة هنا نفس الشيء إذا بدلت X plus Y plus X يبقى نفس الشيء إذا كان عندي حلول أراهم حلول تماثلية يعني كان تماثل تفقين كان تماثل مثلا واحد جوج جوج واحد كان تماثل إذا كان غير حل واحد أرى خصي يكون X و Y بحال بحال خصي يكون X و Y بحال بحال يعني خصي يكون مثلا واحد واحد زوج 3 ثلاثة إلى غير دليل إذا قنشوف شكوه الحل يجيزت هذه الخاصية هذين تحت تماثل نبدأ بالأول ثلاثة إلى جوج هذا كيمثل إذا ندير معلم عليه هذا لا مش تماثل هذا لا مش تماثل هذا كذلك مش تماثل إذا الحل الوحيد الذي تماثل هو هذا إذا الحل مئة في المئة أنت سنكتبه لايبونس بلا تفكير طيب بلا ما نحسب بلا ما ندير أربح الوقت أربح وعد الوقت كبير إذا ما بنت ليش هذه الفكرة سنكتب سنبدأ نحل إذا كيف سنحل هذه النظمة هذه سنبدأ بحلاكة جوج أس وعد أس 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 ثم سننبدأ ثم ثم أس تعمل ثم ثم الناد ضغط الآن ثم 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 سنضغط على ألفز نصر نقوم بحث عن الزتزان وضع الفز نظام الزتزان ينضغط على الأولى ويقوم بحث عن الزتزان ويقوم بحث عن الزتزان تريد أن الزتزان هذا هو نوع تولينا ألان A B هي ألان A زائد ألان B أولا نقدر تشوفها أنت عندي نفس الأساس نقدر نكتبع عليك ألان جوج أس نجمع الأسين لأننا عندي نفس الأساس جوج أس واحدة لأيكس زائد واحدة لأيكس صحيح تساوي ألان 32 هي جوج أس خمسة جوج أس ربعة فزوج أس ربعة فزوج أس ربعة فزوج أس ربعة ألان هنا أعود نفس الشي ألان جوج أس إكس زائد إجراج عندي نفس الأساس إكس زائد نقدر نقل مبعدة الطرق وهذه ألان ستا جدر 32 هي خمسة جوج أس خمس أفون ألان 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 أوس أن هي أن ألان أ تفقين يعني واحد على إكس زائد واحد على إجراج في ألان زوج لأننا عارف بينما ألان أو سان هي أن ألان آه هذه معرفة هيك تساوي خمسة ألان زوج هنا أعود نفس الشيء أنا ما شغي هذا الطريق أنا تقدر تختم بعدة طرق وإحنا يقولنا الجواب رأختارينا صافي رسالينا 8 إذا كان في الكتاب يُعطوك غيكي سيام أختار الجواب رأس رسالينا أكملنا لأننا تماتوا لي من قي يكون هو هذا الواحد وإن كان ينزوج ضروري أن نتأكد من واحد بيهم ولكن دبنا نرى نبغي نغي نعرف كيفاش نلقى الجواب حسابين إذن هنا شنو تولي هذه إكس زائد إجراج ألان زوج دائما نخصك تكون عندك دقيقة الملاحظة هنا ألان جوج أس خمسة على لست صحيح ألور ما ما نديره غير الفلاش بحالك هم هذه ألان زوج تبقى واحد على إكس مهم نكمل على إكس زائد إجراج ألان جوج تساوي خمسة على ستة ألان جوج ثم نتقى ألان جوج playing مال آلان جوج إدفاء ثم ألان متied تساوي جوج خمسة هذا هي مال جوج تساوي خمسة على couldnot مهي جوج شاوي إذاً ، نعود 5 على 6 5 على 6 على X يقوم بعمل 5 إذاً ، سأتعلق X أو Y يقوم بعمل 5 على 6 نقص X إذاً ، سأتعلق 5 على 6 هنا هي 5X Y 5 على 6 يقوم 5X Y هنا تقوم بعمل 5 على 6 سأتعلق 5 على 6 معها هو يقوم بعمل 5 على 6 إذا كانت الخدر نضعها X Y ونقوم بعمل 5 على 6 نعود 5 على 6 نضرب كل شي في 6 و نضرب 1 يساوي 5x ناقص 6x و 6 2 نضرب كل شي في جهة ناقص 6x و 6 2 ناقص 5x و زايد 1 وساوي 0 و نضرب دلتا و نحل هذه المعادلة نضرب دلتا و نحل هذه المعادلة نضرب 25 ناقص 4x 24 هي 1 إذن الجدرين سيكون x 1 كيساوي ناقص بناقص دلتا يعني 5 ناقص 1 هي 4 على 6 على 12 يقرق 1 كيساوي ألورا هنا واحدة على 3 يقرق ناقص بيعني 5 زايد جدرين الزايد و عدي 6 على 12 و يقرق 1 شنو غي ساوي إذا كان x1 كيساوي واحد على 3 يقرق 1 شعال يساوي 5 على 6 ناقص 5 على 6 ناقص واحد على 3 و مواحد المقام ممكن مقام 1 هو 6 II 5 ناقص زوج 3 على 6 هي واحد على 2 y زوج شنو يصوي 5 على 6 ناقص x زوج اكس زوج ي واحد على 3 المقام 1 هو 6 خمسة ناقص 3 هي زوج على 6 هي واحد على 3 في الآخر الحل هو الزوج الأول واحد على 3 يقرق واحد على جوج والزوج الثاني هو واحد على جوج واحد على 3 تجعل طويلة طريقة ولكن أنا لو كنت عندي دقيقة الملاحظة سنجاوب 5 ثواني إذا لم ألاحظت هذه الملاحظة سنضيع 5 دقيق الأقل رأي نرى الفرق الكبير يعني أنا في الكونكور أريد أن أربح الوقت إنه لدي بزيار الأسئلة أريد أن أربح الوقت إذا دائماً حاولت لاحظت شي ملاحظة عاد بدأت جواب تحليل دائماً نشوفوش كين شي ملاحظة إلا ما كينش عاد بدأت جواب تحليل إذا أنت الحل واحد على 3 وحدة لجوج واحدة لجوج واحدة لجوج واحدة لجوج واحدة لجوج واحدة لجوج واحدة 100% نسألنا ونطلقوا إن شاء الله في السؤال 7 العفق لا تبخل علينا بالضغط على زي الإعجاب ثم تسجيل في القناة لتتوصل بالجديد من هنا ثم إرسال الفيديو إلى أصدقائك عن طارق أزرار الموقع الاجتماعي الموجودة هنا إلى اللقاء